مرحبا بك يا توني مزيد من التفاصيل معك ومساعي البطرياك فيما إذا كانت هناك اجتماعات ستعقد ما بين عون والحريري نعم حسين يعني حسب ما رصدت اليوم الأجواء يعني يبدو أنها نأمل بأن تكون مبشرة ولكن في نهاية التقرير يعني قرأت شيئا سأقوله لك وللمشاهدين طيب ننتظر إذن كل المساعد التي بضلت خلال اليومين الأخيرين لكسر الجليد بين الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة المكلف بشأن تأليف الحكومة بقت بالفشل إلا أن مبادرة البطرياك الماروني مربشارة بطرس الراعي عادت لتتصدر المشهد اللبناني علها تكسر الجليد بين الرئيسين عون والحريري وتحقق أمال اللبنانيين في وضع بلدهم على السكة الدولية من جديد في ولادة الحكومة التي طال انتظارها وبحسب ما كشفت معلومات لجريدة الأنباء الإلكترونية فأن البطرياك الراعي حاول استمزاج أراء جهات عدة حول مصير المبادرات وبهذا الهدف طلب عقد اللقاء مع فريق الرئيس عون وبحسب هذه المعلومات فأن البطرياك كان واضحا في رسائله التي يوجهها إلى عون بأنه يريد تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن على أساس المبادرة الفرنسية وأنه لم يعد بالإمكان الانتظار وجدد الراعي مطالبة عون بالمبادرة إلى الاتصال بالرئيس سعد الحريري بعد الفيديو الذي تم تسريبه وأفادت مصادر البطرياك الراعي أنه لابد من إيجاد مبادرة لإصلاح الوضع بين الحريري وعون حيث أكدت معلومات أخيرة أن عون لا يزال يرفض المبادرة تجاه الحريري وكشفت المعلومات أن اللقاء الذي جمع البطرياك بمستشار عون حاول الأخير شن هجوم على الحريري واتهامه بتجاوز موقع الرئاسة من خلال تشكيل الحكومة واختيار الوزراء وأبلاغهم لأنه يريد توزيرهم قبل موافقة عون وهنا كان جواب البطرياك الراعي واضحا لجهة تحميله في مضامينه مسئولية التعطيل بينما عون يعتبر أنه أبلغ الحريري رفضه التشكيلة التي قدمها وبالتالي يتوجب عليه التقدم بتشكيلة ثانية وأفيد أن البطرياك الراعي أبلغ مستشار الرئيس عون بطرح مبادرة جديدة في محاولة لبذل جهود تقود إلى تشكيل الحكومة إلا أن مستشار عون لم يعطي جوابا حاسما فيما المعلومات تشير إلى أن عون غير متحمس لأي مبادرة جديدة وأفدت مصادر بكركي أن رئيسي الجمهورية والحكومة عليهما وضع الخلافات بينهما جانبا وأنقاذ ما يمكن إنقاذه بتشكيل حكومة اختصاصية إنقاذية فهل من أذان صاغية؟ برأيك هل من أذان صاغية؟ يعني أنا لا أريد أن أكون متشائما لكن لا أعتقد لأن حسب ما قرأتنا ذو قليل مصدر مسؤول في السلطة الآن قال بأنه لا نأمل كثيرا بأن تحل الخلافات بينه عون والحريري وكأنه أنه أصبحت الخلافات شخصية وكأنه لا يوجد وضع اقتصادي سيء في البلاد ولا أزمة ولا أي شيء ونسى هذان المسؤولين الشعب اللبناني شكرا جزيلا لك زميل طوني مسرعاني من